وفي صوت المواطن نظرا لمعاناتهم الكبيرة في التنقل وسط المدينة بسبب عدم وجود مواقف خاصة طالب عدد من دول احتياجات الخاصة بالأحساء في أن يكون لهم نصيب من الاهتمام من قبل أعضاء المجالس البلدية لا سيما في إيجاد مواقف مناسبة للأشخاص دول الإعاق الحركية طالب عدد من دول احتياجات الخاصة بالأحساء بأن يكون لهم نصيب من الاهتمام من قبل أعضاء المجالس البلدية لا سيما بإيجاد مواقف مناسبة للأشخاص دول الإعاق الحركية نظرا لمعاناتهم الكبيرة في التنقل وسط المدينة بسبب عدم وجود هذه المواقف وخصوصا في الأسواق التي تكاد تكون المواقف فيها معدومة وإن وجد أحدها فيكون قير مناسب لعدم مطابقته للمواصفات والمقيس طبعا مثل ما نشوف كل الأماكن مأمور فيها من المسؤولين أنها تكون مؤهلة لذول الإحتاجات الخاصة ولكن للأسف ما في متابعة لتنفيذ الأوامر في مواقف لكن ما يقدر أنزل لأن اختيارها خطأ في منزلغات تطلع منها لكن ما يقدر أطلع لأنها محجوزة والسبب أن المنفذ ما يدرك إيش المطلوب منه ولا في متابعة للأمر اللي جاء بأن ينفذ مكان خاص بالمعاقب ويرى البعض أنه لابد أن يكون هناك تنسيق بين المجالس البلدية والمور فيما يخص احترام مواقف ذوي الإحتاجات الخاصة وتطبيق الغرامات على المخالف أتمنى من المجلس البلدي في هذه وجهة نظري وأتمنى أن كل مسؤول في المجلس البلدي أو الأمين أن يضع كورسي في سيارتي وتجول بنفسه لكي يعرف معاناة ذوي العاقة يعني أنا لو حطيت السيارة على الشارع طلعت بره يسمح للنزول في المجال لكن لو وقفتها في المكان المخصص لا يسمح للنزول إطلاقا فأتمنى من أمانة الأحساء مراجعة جميع الأنظمة اللي عندها خاصة للمواقف ذوي العاقة يشار إلى أن ذوي الاحتاجات الخاصة جزء لا يتجزع من المجتمع ومراعاة احتياجاتهم حق من حقوقهم وعلى جميع الجهات المختصة الاهتمام بذلك المواقف الخاصة حق مكتسب لذوي الاحتاجات الخاصة في الأسواق والأماكن العامة ويعمل ذوي الاحتاجات الخاصة في محافظة الأحساء من تسهيل وتوفير المواقف الخاصة لهم في الأسواق والأماكن العامة صالح المري الإخبارية الأحساء شكرا لك صالح معي من خلال الأقمار الصناعية من الدمام الأستاذ عبدالله الزبدة محتم بشؤون دوي الاحتياجات الخاصة مرحبا أستاذ عبدالله الله حييك أخي عبدالله لن نسعلم فيك حياك الله يعني هذه المطالبات التي يطالب بها دوي الاحتياجات الخاصة ودعنا نقول المعاقين حركيا هي في كل مناطق المملكة أنت ترفع اللواء الآن من الأحساء وتطالب المجالس البلدية بينما هناك من يطالب أكثر من المجالس البلدية يعني وصلت الأمانات مباشرة لتطبيق على الأقل أكواد البناء في بعض المنشآت تحدثني عن المعاناة طيب أخي عبدالله بس أبغى أوضح لك نقطة طبعا فيه دليل رشادي لمعايير الوصول الشامل يجتمل على كل الاشتراطات الفنية طبعا هذا لجميع الأمانات في المملكة وهذا القرار من عام 1402 طبعا ما يجتمل على المواقف المعاقين بس لا يجتمل على شيء أكبر يجتمل على الفنادق يجتمل على الطائرات القطار يعني هو ما يهدف له أن يتحرك الشخص من دول إعاقة بكل حرية وسهولة طيب جميل فأنا أتحدث الآن يعني أن هناك لوائح تؤكد حقية هذه الفئة وفي المقابل زي ما ذكرت أنت الموضوع أكثر من عمليات عدم وجود مواقف طيب لا ما في مواقف والمحتاجين يحتاجون مواقف وما حد سمع لكم ماذا تفعلون لأنه خاصة يا سالة عبدالله التسويق لها وكأنها تمنى على المعاقين بهذا المواقف نعم أنا معك بس المشكلة في مشكلة المشكلة أنه لا يوجد تنسيق ما بين الأمانة مع المقاول يعني اللي يقوم على هالمواقف زي مثلا دي الأمانة يعني جميع الأمانات اشترطت أنها لا يعني أنها ما تمنح أي تصريح لأي يعني جهة إلا تكون مطابقة للمنصفات والمعايير لكن مع الأسف يعني من عام أبدالله إلى الآن يعني أنت من الحلم الذي تحتوي داخلك ومن الأدب تقول أنه ما في تنسيق بينما ترى لا يتم تسليم أي مشروع أو لا يتم استحقاق مخالصة أي مشروع إلا بعد أن تتم مراجعة المشروع وتطبيق كل ما جاء فيه هندسيا جودة وإلى آخره فبالتالي الأمانات التي تستلم مشاريع ما فيها مواقف لا تتوقع بأنها والله ما أنتبهت لا هي غرضة الطرف طبعا أنا لا تهمل جميعا أنا أتكلم عن المشاريع الخدمية والحكومية اللي ما فيها مواقف أو مرافق تفضل نعم هو المشكلة أن يعني الأمانة يمكنها مدما تتابع لكن يعني في مجموعة من الأشخاص من دول الإعاقة هم يترددون على الأمان كثيرة يعني يتواصلون مع الأمين نفسه فيعني فيه وعود لكن هم يشوفون على أرض الواقع أن الوضع يختلف يعني زي مثلا في منتزه الملك عبد الله من أكبر المنتزهات وأجملها في الأحساء يعني نشوف حتى يعني بتتنقل من مكان إلى مكان تشوف في صعوبة يعني في البلاط المستخدم تشوف يعني زي اللي يكسر الكرسي وهو يتحرك من مكان إلى آخر بالإضافة إلى دورة المياه يعني دورة المياه حتى غير مناسبة لأشخاص من دول الإعاقة يعني أنه يخش بكرسي هو على العموم هو مش في الأحساء حتى في الشرقية يعني أنا جيت مع الأخ حسين دينويصر قبل شوي يتكلم جايين في برنامج خمسة يام في الدمام يعني يعني لا مواقف مناسبة ولا دورة المياه يعني يعني لو وقف السيارة وجاء أحد يوقف في جنبه ما يقدر ينزل من السيارة طيب بالإضافة إلى يطول الأمر الجهة الرسمية إلى دورة المياه سيد عبدالله الجهة الرسمية التي من المفترض أن تطالب بهذه الحقوق عنوة من هي وش الجهة الرسمية يعني نحن الآن نشهد حراك على مستوى فردي أو مؤسسات مدنية لكن لا تؤخذ بشكل جدي بأنه هذه المطالب يعني نحن نتكلم عن مطالب حقوق ناس والله شوف مثل ما قال لك دلالخ سعود قبل شوي يعني على المجلس البلدي يعني يتحرك وياهم مع أنه فيه يتواصل وياهم على طول لكن مثل ما قلت لك الانتاجية يعني طيب يعني الوصول إلى الهدف يكون بطيء الأستاذ عبدالله الزبدة مهتم بشؤون دول الاحتياجات الخاصة كنت معي من الدمام شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا